فرق 24 نقطة كابتن سلعوي يمكن توقعاتك كانت صح قدت اللبس يمكن بنشو تاني حصل فيها كلام كتير طبعا مبروك للنادي الاهلي لكمية الفوز المتتالي هارد لك نادي اسموها فريق محترم كافحت في حدود الامكانيات الموجودة تم تحويل فرقاتنا بين التالي طرابع زمان طولت لإحساسهم مسؤولية بنلعب على أرضنا ودخلين على مباراة قوية وصعبة فالدفاع كان جيد جدا الشوت الثالث والرابع كان فيه تناغم في الهجوم عايز اقول كان فيه دفاع جيد جدا فقدر ادينا ان احنا نحط بسكت سهل جدا جرينا عليهم فاست بريك الشوت الرابع والثالث كتير عايز اقول ان مجموعة النشائل اللي كانوا موجودين النهاردة ظهروا بمستوى طيب كلهم مبشرين بالخير يعني لكن برضو ابو النصر ويهاب امين وعمر الجندي على فترات كانوا من احسن بس خلينا اقول لحضرتك ان التحول الاساسي في الشوت الثالث والرابع هو الهجوم يمكن في الدفاع يا كابتن احنا دخل فينا في الشوت الثالث والرابع 28 نقطة الشوت الاول والثاني داخل فينا 34 يعني الفرق مش كبير او 6 منت اصد اقول الدفاع افضل في هجوم الهجوم حطينا 50 نقطة عشان دفاعنا كويس فاستحوزنا على الكورة على البسكتين فقدرنا نجري كورة في ادينا وبنجري شوفنا كذا كورة يعني وستنا دكار هي المكسب بيجي من ايه مجموعة اخطاء الاخطاء اللي هي التيرنوفر اول اللي هي التيرنوفر زائد مين اللي بيستحوز على السلتين نعم في الهجوم وفي الدفاع هو اللي بيبقى النصيب والمكسب فمباراة تعتبر التالت والرابع جيدة الاول والثاني مين اللي عمل تحول من اللاعبين حالك شايف تاتة ورابع كبتن انا شايف ان ابو النصر ابو النصر كان احد اللاعبين عمل تحول كم ولما استحوزنا على الكرات الرباوند وعبدالله ناصر وعبدالله كل الناشئين عشان برضو اه يعني برضو عشان كلهم كمجموعة واحدة وعمر زهران في الاخر كان قوي نسجد ده يعني قدر يقطع ويجري فاست بريك ويحط قلبه جامد يعني بالرغم انه مستر اجوستي لم يشارك بعمر زهران في مبرات الجزيرة يعني عمر زهران ملعبش في مبرات الجزيرة ملعبش كمس كان ديمن الاثناشا بس هو ده هو ده سيستم مستر اجوستي يعني انت شايف اللعيبة بالرغم يعني عمر زهران ملعبش المبرات اللي فاتيت ولكن النهارده هو نجمع من نجوم اللقاء عبدالله ناصر ماتش الفات ما كانش موفق بس النهارده كان كويس بس برضو انا برضو مستني منك اكتر من كده عبدالله ناصر شايف امكانياته اكتر من كده بكتير يعني ان شاء الله ينسجم وينصهر مع الفريق ويعني خم مبشرة تومسون يعني شايفه النهارده تومسون بقى له ماتشينكو ماشي كويس ماشي كويس يعني بمنتهى الصراحة برغم يعني الانتقادات اللي كانت موجهة للليه او كده لكن هو مفيد فيما مطلوب منه بيؤدي ما هو مطلوب منه وقابا بيجي له شوتة سريه تلات نقاط فاضي بيشوتها ليه سلم نص سلم كده ليه السس عينه كويسة على اللعيبة بيريح اللعيب في الشوتة بيريح في الدخول لكن يعني كان منتظرين اكتر من كده كجمهور يعني او كده مقرطا باللعيبة كابتل سلاوي انا عندي يعني امر كده كنت عايز اتراحه على حضرتك يعني كرأي يعني مش اكتر من كده انا شايف انه يكون من الافضل طبعا مع كل التقدير والاحترام لحكامنا المصريين الكفاء على قدر عالي ولكن المباراة الكورتل سلاوي النهاردة في مصر بقى فيه انفاق عالي جدا والانديه حتى استثمارات كبيرة في الفرق فانا باقترح انه لازم قبل النهائي والنهائي يكون حكام اجانب لازم يكون في الملعب حكام اجنبي مش عيب يا كابتل ما احنا جايبين مدربين اجانب الفرق جايبه مدربين اجانب مش عيب ما احنا المنتخب نفسه المنتخب المنتخب مصر مدير فني اجنبي ليه ما جيبش حاكم او اتنين اجانب يكونوا في الملعب اثناء المباراة دي على اقل حكامنا تستفد منه لازم لازم اتحادي السلة يفكر جيدا في استقدام حكام اجانب في المباراة وكان بيحصل كده زمان يا كابتل فاكر ايام طبعا الراحل العظيم كابتل محمود احمد علي كان في لما حصل تفرف من المستويات جايب حكام اجانب شايف ده ايه رأيك انا اقولك رأيي احنا عندنا حكام تحكيم في مصر بخير لا محاش اللي اخلاف علي هو وبعدين يعني كل حكام الموجودين في في كرة السلة ما عندهمش انتماءات ولا الوان ولا كده صحيح لكن مش من عيب ان احنا نجيب او نعمل اتفاقيات تبادل تبادل حكام اه وبيحكمه وكده فما فيش مانع ان ممكن احنا يبقى فيه عمليات تبادل في موضوع صحيح يعني انا بقول لي عشان يعني الماتشات هتبقى كلوش جيم جدا في قبل النهائي والنهائي ماتشات قوية جدا قدر عالي من الفنيات مش هيب ان انا اجيب حكام او اتنين ان شاء الله يكون في ارض الملعب مش تلات حكام اجانب يكون فيه حكام من التلاتة اجنبي تبادل خبرات بيدي خبرته للحكام المصريين مش هيب وزي ما انت بتروح تحكم لها بالزبط زي ما بروح تحكم مش هيب العكس ودي كلها خبرات متنقلة بالعكس اعتقد انها نقطة نقطة جيدة وان اعتقد ان اتحاد الباسكت بقيادة الدكتور مجدى مفريخة اي حاجة في سبيل النهود مجدى الخروش وخليه وقالك مش هيبقى مكلف الموضوع يعني لو بنكلم عن التكلفة انت بتتكلم على قبل النهائي والنهائي مجمل كله 10-15 ماتش يعني انت بتتكلم على بيستوف 5 هنا وبيستوف 5 هنا وفي الفينال بيستوف 5 هنا بكلم 15 ماتش ده لو تلعبوا ده لو تلعبوا يعني ممكن فيه مباراة تقلصاتها صفر واخت تقلصاتها واحد يعني اقصى حاجة 15 مباراة لما تجيب حكم في 15 مباراة حكم دولة 2 حكام دوليين من اوروبا من اي دولة فيها اتفاق معنا هتبقى هتبقى العملية سهلة وكده واعتقد ان اي حاجة مفيدة للتطويل لان اتحاد الباسكت طور الباسكت فيعني لو فيه اي حاجة لكن حكامنا كويسي مخير لا مفيش كلام بلاقش واهم حاجة بقى يعني انا من خبراتي في ان مفيش الوان عندهم والراجل بينزل بيحكم اه بيحكم طيب خلينا كابت الاساس